دايماً لما باجي أتكلم في المباريات بقول إيه؟ النتيجة بتاعت ربنا أنا حبز المجهود أنا كلعب حبز المجهود يخليني عايز أكسب المباراة أنا كجهاز فني حفكر وحركز وهعمل كل الحاجات اللي تخليني أكسب هذه المباراة يتبقى شيء واحد الجمهور كده كده بيساند وبيدعم وبيؤازر يتبقى شيء واحد أيوة لحضراتكم عارفينه ده الحكام الحكام المصريين إحنا بقالنا لما بنيجي نتكلم وهل المرة التانية عشان اللي ما بيفهمش يفهم الحكام المصريين إحنا لما بنيجي ننتقد بننتقد أداء أنا في هذا البرنامج بنتقد أداء ما بنتقدش أشخاص بالمناسبة أنا ما بشوف حد فيهم برا القناة أو برا الشغل بنتكلم وقول له يا سيدي كنا عملنا الكرة دي يقول لي كذا بنتكلم وبعدها من خلص بنبقى لو لو قاعدين في مكان بنشرب حاجة بنشرب حاجة بنتكلم في أمور الحياة بنتكلم ده لو حصل يعني إن إحنا قابلنا حد فكلهم بالنسبة لنا أشخاص محترمة أشخاص محترمين ولكن أداءهم عليه علامات استفهام؟ أداءهم عليه علامات استفهام طبعاً لما يبقى عندي كابتن هانيس ليمان في المباراة سموحة ماسكوا الكرة 16 ثانية والحاكم ما ياخدش باله يبقى هنا أنا عندي مشكلة لما يبقى عندي الوقت البدل الضائع عشر دقايق وحضرتك تديني خمسة هنا يبقى عندي مشكلة أو سبع دقايق وإنت تديني خمسة يبقى هنا أنا عندي مشكلة مع حضرتك مع أداء حضرتك كلام اللي أنا بقوله ده كلام اللي أنا بقوله ده اسمه انتقاد أداء لكن ما اسموش إساءة الإساءة لما أطلع أقوله مش هينفع أقول طبعاً لكن لما أطلع أسيق لحد بتبقى واضحة ومعروف مين اللي بيسيق ومعروف مين اللي بيعمل ومعروف مين اللي بيتكلم ومعروف كل حاجة يعني فعشان كده لما بنيجي نتكلم بنتكلم بنقد بنحاول نساعد في بناء منظومة التحكيم أو في تطوير منظومة التحكيم من خلال هذا النادي الكبير وهذا النادي العريق النادي الأهلي طبعاً فهي مباراة صعبة ومباراة مهمة إديني عدالة تحكمية كده كده جمهور مساند وداعم في ظهر كل اللاعبين أي حد 11 هيلعبه أنا متأكد أن أي 11 هيلعب بكرة حيبذوله أقصى مجهود عشان يكسبوا هذه المباراة أيضاً الجهاز الفني عايز يكسب مليون في المية عايز يكسب وعايز يركز فيه هذه المباراة ويكسب فيتبقى العدالة التحكمية ترجمة نانسي قنقر